فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله ربي يسر وعن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حياكم الله إخواني وأخواتي بقي عندي الأخ عبدالله من فرنسا وعدته بالأمس بأنني سأبدأ هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا بالإجابة على استفساره الأخ عبدالله بارك الله فيه يظهر بأنه رجل واضح بأنه متعلم ولله الحمد والمنه يذكر قضية طاعة الوالدين يقول هذه معروفة عندنا متقررة يذكر الآيات القرآنية والنصوص وذكر حادثة يقول في إحدى النساء متزوجة ولكن الوالديها مهملينها جدا يقول إهمال كامل ويميلون إلى الأولاد ولا يزورونها وشيء من هذا القبيل وقال يعني ما موقف البنت يعني هل البنت تقاطع والديها وذكر حديث عمر أو الأثر عن عمر أن رجلا أتى عمر وقال يشكو عقوق ولده فقال الولد لعمر سأله يعني قال سماني جعلا ولم يحفظن القرآن واختار لأم أمه كانت عنده مشرك وشيء من هذا القبيل فعبدالله بارك الله فيه يقول يعني هل البنت فعلا أن تقاطع والديها إذا كانوا هم يهملونها بمثل هذا الأمر يا عبدالله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا ليس هناك أعظم من البر في ديننا وفي إسلامنا وفي شريعتنا وفي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك ربنا جل وعلا غالبا حينما يذكر حقه يذكر حق الوالدين يقول جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والله عز وجل وصى بالوالدين قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بر الوالدين والحذر من عقوقهما وهذه النصوص يجب على كل مسلم أن لا تمر عليها كذا مر السحاب وأن تمر مرورا عابرا يجب عليه أن يتدبر ويتأمل ويتفكر في هذه الآيات القرآنية في الحديث النبوية لماذا ربنا جل وعلا يذكر حق الوالدين بعد حقه جل وعلا وتقدس ويأمر ببرهما ويأمر بالخضوع لهما والتذل لهما قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا الله أكبر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا لأن الوالد والوالدة جعلهم الله عز وجل سببا في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة ولذلك لهما من الحق ولهما من البر ولهما من المنزلة الشيء العظيم في شريعتنا ولا يوجد ملة ولا دين ولا مذهب يكرم الوالدين مثل دين الإسلام ولله الحمد والمن بل ربنا جل وعلا أخبر في كتابي العزيز أن الوالدين سواء كان الأب أو الأم يجاهدان الولد فيجرانه إلى الإشراك لا يجوز له أن يطيعهما لأن هذا فيه مضاد لما أمر الله عز وجل ولكن مع هذا لا يجوز له أن يقطعهما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله أكبر وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه تخيل أخوي عبد الله لو أن الوالدين اللي ذكرتهم يدعوان الإبن أو البنت هذه إلى الكفر بالله ما تطيعهما لأن هذه فيه معصي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع ذلك رغم هذه الدعوة التي فيها مجاهدة وفيها حرص على الكفر والعياذ بالله مع ذلك ما يجوز له أن يقاطع ما يجوز لها أن تقاطعهما مقاطعة كاملة وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ولذلك المعاملة مع الوالدين تختلف عن المعاملة مع الأشخاص البعيدين أو القريبين لا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور الآن أنا حينما أقول هذا الكلام أنا لا أسوغ أبدا للوالدين أن يظلموا الأولاد أو أن يهملوا الأولاد أو أن يفرقوا بين الأولاد هذا حرام لكن لا يجوز للإنسان أن يعالج الغلط بالغلط ولا أن يعالج المشكلة بمشكلة ولا أن يعالج المعصية بمعصية ما يجوز ما يجوز يعني بالنسبة للشخص والله إذا قاطعه شخص آخر وقاطعه ممكن لكن الوالدين لا ما يمكن ما يجوز تحت أي ظرف أن الإنسان يعامل والدي كما يعامل الأجنبي أو يعامل الجار أو يعامل الرجل الإنسان من العائلة ما يجوز أبدا وبعدين من خلال كلامك أخوي عبدالله تقول بأنه ما يزورونها طيب هي ليش ما تزورهم لماذا هي لا تذهب بقدميها إليهم لماذا لا تتكلف بالسفر إليهم الآن من الذي يزور الثاني الأب يزور البنت ولا البنت تزور الأب البنت هي لي تزور الأب ولذلك نحن في زمن نسأل الله العافية والسلامة انتشر فيه العقوق انتشر فيه والعياذ بالله القطيعة بين الأرحام انتشر فيه اختلاط المفاهيم أصبح الآن بعض الأولاد يعامل والديه مثل ما يعامل الشخص الأجنبي و يبدأ يملي عليه شروط و يبدأ يطلب منه أشياء ما يجوز و حرام ولذلك يا أخي الفاضل لا بد على هذه البنت أن تفهم بأنه لا يجوز لها بحال حتى لو كان الوالد أو الوالدة ظالمين ما يجوز تقابلهما بنفس الغلط و بنفس الذنب و بنفس الخطيعة اللي وقع فيها هذول حسابهم على الله و هي لا بد أن تؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليها تجاه والديها هذا هو الأصل أنا ذكرت لك لو كان كافرين و لذلك للأسف انتشرت بعض القصاص و انتشرت حتى الأثر يا أخي الفاضل بالمناسبة الأثر هذا الذي ذكرته للأسف الشديد أكثر ما يروج الخطبة على أعواد المنابر و هذا الأثر ليس له خطام و لا زمام و ليس له مصدر يمكن للاطمئنان بالرجوع إليه هذه دواوين السنة ما في شيء من هذا القبيل و عمر رضي الله تعالى عنه و أرضاه أكرم من أنه يقول مثل هذا الكلام لقد عققته صغيرا فعقك كبيرا ما يمكن أبدا ما يمكن دين عمر و علم عمر و قواعد عمر التي هي قواعد المنهج النبوي ما يقول عمر الكلام مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي والد عفوا لا يجزي ولد والده يعني أم أو أب الوالد يطلق على الأم والأب لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يعني ما يمكن أبدا أن الإنسان ممكن أن يعني يكون وفي الوفاء الكامل و فعلا يكون يعني أعطى الحق الكامل للوالدين أبدا إلا في حال واحد و إذا كان الأب أو الأم رقيقين مملوكين عبدين عند شخص فيشتريهما فيعتقه قال النبي سلم هذه الحالة نعم يكون فعلا قد جازاهما و لذلك عمر لما رأى رجل قال إني أتيت من الكوفة والدتي على ظهره حججت بها ماشيا تراني جازيتها قال لا ولا بزفرة من زفرات الولادة يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة فيا أخي الفاضل بارك الله فيك انصح بأنها تحتسب الأجر و هذا ستجد بركته في نفسها و في عمرها و أولادها و مالها و زوجها و بيتها أما إذا ناكفت والديها و عاملتهم على الضد و الندية هذا ليس من الإسلام في شيء أعتذر عندي مكالمات كثيرة تنتظر لكن أنا وعدت الأخ عبد الله بأنني سأجيب في أول اللقاء تفضلوا تفضل يا فاطمة مساء النور تفضل يا فاطمة أختي تفضل أختي أختي فاطمة صوت مش واضح مثلك كنت يوم من توضى أيوة و لما توضيت نسيت زراعية ما غفلتهم و انتقلت لرجلين أي و ذكرت عني ما هذا ما غفلت لزراعية و رجعت وصلتهم هذا صحيح أم لا و رجعت غزلت الذراعين و وش عملت بعد ذلك رجعت لرجلين و لا تركتيهم لا رجعت غزلتهم طي سؤال الثاني سؤال الثاني في قوله تعالى و الشعراء يتبعهم الغاوون مع التشتري لأيه جزاك الله و خير إن شاء الله فضلي خليفة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله جزاك الله خير على هذا البرنامج و إياك الله يحييك يا شيخ عندي سؤال فضل فيها تقدم شاب للخطوة التخلي و إحنا وافقنا عليه لكن نحنا لاحظنا عليه شيء غريبي يعني في الدين هو يصلي في أي وقت فإحنا سألنا قلنا الله أنت تؤمن بالله قال نعم و أمن بالله قلنا الله تؤمن بأن محمد رسول الله سكت و ما رد علينا إحنا فارنا أسبوع نرد عليه نفس السؤال و هو ما يجعل و ينفضل جاوبنا على هذا و حين نحنا شيخ ما نعرف نستمر بالموافقة و إلا نسحب بالموافقة لأن هذه خطنا و إحنا مسؤولين إننا إحنا نختار رجل المناس طيب أنت كيف يصلي في أي وقت يعني في كل وقت صحيح يعني يمكن يصلي قبل وقت أي هذا يعني ما يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤمن بهدي هكذا ها طيب يا أخي خليفة شكرا مرحب أخي مرحب أم سالم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله ممكن أسأل سؤالي ممكن سؤالي الأول يا شيخ يعني برمضان قبل الفطور بساعة توضيت كانت الدورة مجاية وبعد الفطور بنص ساعة توضيت كانت بدايتها فما عرف يعني هي جث يعني قبل الإفطار لو بعدها يعني شنو حكم هذا اليوم بالنسبة إلي يعني أنت ما أنت ما كشفتها إلا بعد بعد الإفطار نص ساعة بالضبط نعم سؤال الثاني يا شيخ بالنسبة قول الله تعالى بقصة ابن آدم يعني الله سبحانه وتعالى غفر الابن آدم وهو قتل أخوه والله سبحانه وتعالى قال فأصبح من النادمين وبينما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اللي الله غفر له هو قتل تسعة وتسعين نس وكمان المرأة اللي الله غفر لها بسقيا كلب وامرأة عذبت بهرة حبستها يعني آني شنو أريد عرف الموازنة بين الخوف والرجع يعني فيه ناس تذنب وهي تقول لك الله غفر الرحيم وفيه ناس يعني تخاف من أدنى الشي فكيف أنا أوازن يعني إن شاء الله بشري مرحبا أهلا وسهلا أم محمد سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله شيخنا أنا أجي مشكلة مع الزوجي في رمضان صارت وغلى أثارها ترك البيت وستأجر البيت وشكن وحدة وبعد فترة ترابينا لكن ما رجع البيت بقى يعني يجي يزورنا يوم يومين ويرجع البيت وبقى ناها الفترة كلها لكن قبل فترة صار بيني وبيني شجار قلت له أما أن تطلقني وأما أن ترجع للبيت وهو قال لي أنا هاجرت السؤال يا شيخنا ما حكم الشرع بهذا الشيء وهو ما يصرف علي يهمين ولا على أولادي أريد نصيحها من عندك يا شيخ كم الآن استمر الهجر كم بالرمضان الحدثة يعني يجينا مثل الضيط يوم يومين ويرجع طيب يوم محمد شكرا جزيلا مرحبا أختي أهلا وسهلا فضلي عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبيعاك من شاء الله أهلا عبد الله شيخ بارك الله وفك أنا بمطائح ولكن السؤال محببا ليس كذلك أنت صاحب السؤال أنت صاحب السؤال أنت صاحب السؤال نحن نعلم أن مهما فعل الوالدين أو يعني دلمونا وشينا للقبيل نحن ونمتصل بأوامل الله وصول النبي صلى الله وطري لا شك في موليكولاريت السؤال أن البنت تذهب إليهم وتزورهم وتكريمهم وتوات في أي وقت في كل وقت تذهب مع الأبناء والزوج المشكل أنهم يقومون بأسباب كي لا تأتي إليهم أن عندهم أولاد آخرين لا يسلون وبعض كل البدء عن الدين وهم أصحاب أموال وهي يعني هي متدينة وبإجابها وهي فقيرة يعني وكما كنت على المهنة أنت من فقراء إلى الله وعلى نظه والله هم الذين يقومون بالأسباب ثلاث إذن كأن هم مخضرقون بين الأولاد كما حقم الشرق ذلك يا شيخ يعني الآن هم يمنعونها من أنها تدخل إلى البيت لا لما تأتي إذا كانوا إخوة هناك يعني أعود أن يعني أن نجمعون بين الإخوة أن نتورفون بين الإخوة والأخوات بالأكس طبعا إذا كانوا إخوة هناك والأخوات يقولون لها لا تأتي إلى جنة يعني كما نقول يعني غير مباشر غير مباشر لكن الوالدين إذا كانوا ومنعني ما يقولون شيء يا عبدالله الوالدين يقبلونها ما عنده مشكلة إذا جاءت يقبلونها بشأن إذا كانوا الأبناء غير ملذورين طيب يا عبدالله أبشر إن شاء الله بارك الله وفيك بارك أهلا أم محمد سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله يا شيخ أنا سمعتك مرة أنت تقول أنا أصلي كل يوم الصبح أقبص الفجر أتم يعني على السيادة ما أقوم لأن تطلع الشمس تريد شوية ترتفع وصلي صلاة الشروق بس أنت قلت يعني الصلاة لازم تصلى بالمسيد يعني نحن حريم ما نصلي الشروق إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب يا محمد إن شاء الله إن شاء الله مرحبا طيب نكفي بهذا القدر عفوا فاطمة بارك الله فيها يعني من المغرب سألت سؤالين في سؤال الأول تقول بأنها كانت تتوضى فنسيت غسل الذراعين تقول فغسلت القدمين وبعدين تذكرت فرجعت إلى غسل الذراعين أخت الفاضلة يا أخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم بأن فروض الوضوء ستة فروض الوضوء ستة أولا غسل الوجه ثانيا غسل اليدين مع المرفقين ثالثا مسح الرأس مع الأذنين رابعا غسل القدمين خامسا الترتيب بين هذه الفروض الترتيب بين هذه الفروض سادسا الموالاة بمعنى أن الإنسان حينما يغسل العضو ما يتركه حتى ينشف ثم يغسل العضو اللي بعده لا يكون هناك موالاة موالاة بين غسل الأعضاء فالترتيب فرض من فروض الوضوء فإذا الإنسان قدم فرضا على فرض كما جاءت الآية الكريمة يا أيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَّرُوا هذه الأشياء الأربعة التي هي تغسل وهذه الفراغ غسل الوجه أولا ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس كاملا مع الأذنين ثم غسل القدمين أي شخص الآن يتعمد التقديم بين هذه بطل أو ضوء أما إذا نسي شخص مثلك أنت الآن نسيت غسل الذراع نسيت غسل الذراع ثم غسلت القدمين غسل القدمين باطل فقط غسل القدمين باطل فإذا رجعت وغسلت الذراع يجب عليك أن تكملي فتغسلي القدمين فإذا فعلت هذا أحسنت الحمد لله أحسنت ووضوك صحيح إذا لم تفعلي رجعت فقط فغسلت الذراعين فقط وضوك باطل ما يصح الوضوء لا بد أن حينما تغسلي اليدين تذهبين إلى القدمين وفي شرط آخر وهو أن لا يطل الفصل يعني ما تأتي بعد دقيقتين ثلاثة أو بعد ما نشفتي تقولوا والله الآن تذكرت لا إذا لم يكن هناك موالا فإن الوضوء يبطل لا بد من إعادة الوضوء من جديد أنت قلت قبل قليل بأنك الحمد لله غسلت الذراعين ثم رجعت وغسلت القدمين وضوءك صحيح والحمد لله وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين فاطمة تسأل عن معنى قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم والغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمن أخط الفاضل هذه الآية تبين بأن الغالب على الشعراء الغواية والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام ذلك أن الشعراء يأكلون بشعرهم هذا في الغالب وإلا يوجد شعراء يعني شعرهم يعدوا جهادا في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لشعري حسان بن ثابت ولشعري عبد الله بن رواحة وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب شعر كثير من الصلت أو من الصلت نعم الذي كان فيه توحيد وإيمان كان عليه الصلاة والسلام يستمع للشعر لكن الشعر أي شعر الشعر الذي مبني على الذي يصدر من شخص أو الشعر القائم على التوحيد والإيمان والفضيلة والشجاعة والحث على الكرم وفضائل الأعمال والأخلاق والخير هذا هو الشعر الطين أما شعر الهجى والعياذ بالله أما شعر الوصف المحرم أما الشعر الذي يمثل يعني بعض الناس يعني يأكل به مثلا هذا هو الذي ذمه الله عز وجل ولذلك تجد الآن بعض الشعراء يمدح في يوم ويسب في يوم ثاني ما عنده مذهب ما عنده دين في يوم يمدح شخص حتى يقولون يوصله النجوم وفي اليوم الآخر إذا ما عطاه خفز فيه الأرض خفز فيه الأرض بقصيدة من القصائب ولذلك يقول جل الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون وادي يعني يوم يمان ويوم غير ذي يمن يوم كذا ويوم كذا إلا الذين آمنوا استثنى الله عز وجل الذين آمنوا ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فاعترضه شاعر شاعر اعترض النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الشيطان أعطوا الشيطان يعني لقبه بالشيطان لماذا؟ لأن هذا إن لم تعطيه هجاك أو سبك بقصيدة أو شيء والشعر يبقى الشعر يبقى يعني دائما معروحة حتى الآن تواريخ العرب تاريخ العرب قديمة سجلته أشعار يعني ما فيه كتابة كان عند العرب وإنما الأشعار هي اللي سجلت الحوادث سجلت المعارك سجلت التاريخ تاريخ القبائل وتاريخ الكذا سجلتها أشعار فالشعر ديوان العرب كما ولذلك اخت الفاضلة الشعر على قسمين شعر يكسب الإنسان من وراء الأجر والثواب الشعر الذي فيه حث على الخير على الفضيلة على السنة على مكارم الأخلاق وشعر والعياذ بالله شعر غواية الهجاب بالباطل لأهل الإسلام مثلا الشعر الذي والعياذ بالله يفجر الغريزة في النفس البشرية والشهوة والعياذ بالله الشعر الذي فيه يعني كلام بذيء هذا كله مما حرمه الله جل وعلا خليفة بارك الله فيه يسأل يقول تقدم لنا شاب لخطبة أخته يقول هذا الشاب لاحظنا عليه شيء غريب يقول يصلي في أي وقت يقول قبل الصلاة بعد قبل الأذام بعد الأذام ما عنده مشكلة فقلنا له أنت تؤمن بالله قال نعم يقول لما سألناه بأنك تؤمن بالنبي عليه الصلاة يقول سكت وإلى الآن ما جاوبنا يقول ما نصيحتك يعني هل نزوجه بنتنا أخت خليفة يقول هذه أمانة عندنا أخي الفاضل هذا الجنس لا يزوج بارك الله فيك لا يجوز لكم أن تزوجوا هذا الجنس هذا الجنس والعياذ بالله لا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء نسأل الله السلام والعافية أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذنا به يقول نكتفي بهذا القرآن ولذلك هؤلاء ظلال هؤلاء منحرفين نسأل الله العافية والسلام هؤلاء شر هؤلاء شر ولذلك سكوته بمثل هذه الصورة وتقول أنت الآن أحيانا صلي قبل الأذان وصلي كذا هذا أحيانا صلي صلاة من عند راسه يعني ما يلتزم بالركعات ما يلتزم بالركعات وهذه طائفة لم تكن وليدة الساعة لا طائفة تظر في جذور التاريخ وموجود لهم سلف فبئس الخلف لهم سلف موجودين وكان ينكرون السنة النبوية يقول ما في شيء اسم أحاديث النفس نؤمن بالقرآن ولذلك أخي الفاضل ما دام أنك تريد النصيحة أختك هذه أمانة ولا يجوز هذا الجزء لأنه المعلوم بأن الرجل في الغالب يؤثر على زوجته فهل ترضى زوجتك تكون من هذا عفوا هل ترضى أختك تكون من هذا الأمر أو ابنتك مثلا أو قريبتك ما أحد يرضى ولذلك أخي الفاضل أبدا إما أن تذهب به إلى أحد العلمة يناقشه ويحاول يحاور مثلا إن كان عنده مشكلة في رأسه عنده شبه عالقة يناقشه فين استجاب وهتد الحمد لله يعني يحصل الخير الأول الذي هو الهداية ثم بعد ذلك ممكن يزوج أما والله مصر على عقيدته وعلى مذهبه هذا هذا لا يزوج بارك الله فيك ولذلك يا أخواني هذه الدعوة دعوة خبيثة خطيرة فيها دعوة إلى هدم الإسلام عن طريق التركيز على القرآن فقط لكن هم لو جو الآن يقولون نريد هدم الإسلام ما أحد يقبلهم لكن يأتون وين يقولون نحن نؤمن بالقرآن ومن الذي يقول فيه هذه سنة ومن الذي يقول أن رسول قاله بهذه الطريق ولذلك العلماء قديمة لما نبتت هذه النابتة الخبيثة ماذا قال العلماء قالوا القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن الله أكبر نعم ولذلك القرآن والسنة وحي الله عز وجل وحي الله الله عز وجل يقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة من الذي علمنا بأن الصلاة خمسة وأن صلاة الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشة أربع والمغرب ثلاث النبي علي الصلاة طيب كيف نعرف كيف نعرف أن الصلاة المغرب ثلاث ركعت من وين جيب من القرآن ما فيه في القرآن أن صلاة الماء بثلاث ركعت ولا صلاة الفجر ركعتين الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف نعرف أنصبة الزكاة وكيف نعرف مقادير الزكاة وأنواع الزكاة إلا بالسنة الحج ولله على الناس حج البيت كيف نعرف أننا نأتي ليمناء ونذهب إلى عرفة وعرفة نقف إلى الغروب وبعدين مزدلفة وبعدين الطواف كيف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله عز وجل قال وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا بمعنى أن الذي لا يطيع النبي سلم لا يهتدي ما يمكن أن يهتدي ما يمكن وإذا أردنا أن نفصل طيب ما الداعي لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان والله فقط نكتفي بالقرآن لماذا بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام ولماذا هذا الجهاد ولماذا تعرض النبي سلم لهذا الأمر الذي يعني جاءت به السيرة وكيف أنه عرض نفسه للمخاطر والمهالك وهرب من مكة خائثا ولجأ إلى المدينة وانتشر ليش كان الله عز وجل قادر أن ينزل كتاب ويقول هذا القرآن اعملوا به وكتفينا أليس كذلك ولذلك هؤلاء في الحقيقة يعني مذهبهم يعني أشبه ببيت العنكبوت هش لا يقوم على أساس ولا يقوم على ساق والعاقل أي عاقل ينقض أصل هذا المذهب والله بكلمة واحد فيا أخي الفاضل بارك الله فيك تشكر أولا على حرصك على أختك وهذا واجب على كل ولي أمر أنه ما يزوج أخته لناس في الساق أو ناس منحرفين أو ناس عندهم عقائد باطلة وهذا واجب لذلك الله عز وجل يسألكم يوم القيامة يسأل أولياء البنات وأيضا يختار الرجل الصالح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أسأل الله تعالى أن يوفقها بالزوج الصالح اللي يستر عليها يا رب ويحافظ عليها طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إياكم الله من جديد ومسالم بارك الله فيها تقول في رمضان الماضي قبل الفطور بساعة تقول يعني ما كان الدورة قد نزلت علي بعد الإفطار بنصف ساعة تقول رأيت الدورة تقول يعني ما أدري هل أنا أكون يعني هذا اليوم يعد يوم صحيح بالنسبة لها نعم أفت الفاضل الأصل أنك لم تحيضي هذا هو الأصل ما دام أنك قبل الإفطار بنصف ساعة تقولين عفوا قبل الإفطار بساعة ما شفت شيء وبعد الإفطار بنصف ساعة وجدت أثر الدورة أو وجدت الدورة قد نزلت ما عليك شيء الأصل صحة صوم هذا اليوم لأن الأصل اليقين بأنك كنت طاهرة وبالنسبة لمشاهدتك أو رؤيتك للدم بعد الإفطار بنصف ساعة دلالة على أن نزلت بعد غروب الشمس أم سالم تقول تريد جواب على مسألة الموازنة بين الخوف والرجاء و ذكرت قصة ابن آدم لما قتل أخاه و ذلك الذي قتل تسعة وتسعين نفسا و المرأة التي عذبت بسبب هره أخت الفاضل أول لا بد أن يعلم المسلم بأنه في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف و رجاء الخوف من الله عز وجل و من ناره و الرجاء و هو الطمع في رضاه و في جنته و لذلك الخوف و الرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحان للطائر الطائر ما يمكن أن يطير بجناح واحد لا بد من جناحين كذلك المؤمن في هذه الدنيا ما بين خوف و رجاء و لذلك ربنا جل و على في القرآن لما يذكر جنة يأمرنا بالعمل و لما يذكر النار ينهان عن الذنوب و المعاصي فالمقصود بأن الإنسان يكون بين خوف و رجاء هذا أمر مهم جدا الأمر الآخر أن هذه العبادة تقوم على هذه الأركان و هي الأول شيء القلب الذي هو عفوا أن المحبة الذي تمثل القلب المحبة أن الإنسان يقبل على العبادة بمحبة و برضا و برغبة لأن الله أمر بذلك الأمر الثاني الخوف و هو أن يخاف أن لا يقبل منه العمل و الثالث الرجاء و هو الطمع في أن الله عز وجل يقبل منه العمل عند الوفاء لما يكون الإنسان في سياق الموت يغلب الرجاء يغلب الرجاء لأن النبي عليه الصلاة والله قال من مات و هو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة من مات و هو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة و لذلك العلماء يقولون في سياق الموت يغلب الرجاء يطمع في جنة الله و يرى رحمة الله عز وجل الواسع أما في الدنيا فلا بد من هذه الموازنة و لذلك إذا مالت إحدى الكفتين حصل انحراف فالذي يغلب جانب الخوف يكون فيه حرورية فيه يعني يكون فيه انحراف وظلال الذي يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف يكون فيه إرجاء ويكون فيه مثلا تفريط في دين الله عز وجل ولذلك المؤمن ما بين هذين الجناحين أمر آخر عندنا الذنوب على قسمين في ذنوب تخرج الإنسان من ملة الإسلام والعياذ بالله وفي ذنوب هي لا تخرج الإنسان من الملة الذنوب التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام هي الكفر بالله والشرك بالله عز وجل وطبعا له أنواع بالنسبة للشرك الأكبر الكفر الأكبر لأن الشرك على قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر هو عبادة غير الله هو أن يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله الشرك الأصغر لا ما يخرج الإنسان من الإسلام ولكنه طريق يحذر الإنسان منه مثل يسير الرياء مثلا مثل يسير الرياء مثلا مثل قول ما شاء الله وشئت التشريك هذا هذا من الشرك الأصغر الكفر كفران كفر أكبر وعذبه مخرج من الملة يسمونه الكفر الاعتقادي يعني ذكره العلماء وكفر أصغر وهو الوارد فيه أحاديث أحيانا يفهم بعض الناس غلط يعتقدون بأن هذا الكفر خارج من الملة وهو الكفر العملي يسمونه الكفر العملي الذنوب كذلك الأخرى على نوعين كبائر وصغار عندنا الكبائر يعني عددها العلماء اختلفوا بعضهم قال ثلاثمية وبعضهم قال سبعين وبعضهم قال أكثر وبعضهم قال أقل لكن بعضهم ضبطها قال الكبائر هي كل ذنب ورد فيه لعن أو وعيد أو حد في الدنيا حد في الدنيا أو لعن أو وعيد في الآخرة يضبطونها بمثل هذا يعني مثلا يقول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات مثلا أيضا الحدود التي ورد الذنوب التي فيها حدود أيضا قول النسلم ليس منا مثلا من فعل كذا أو مثلا لعن الله من فعل كذا هذه يسمونه كبائر الصغائر هي اللمم هي اللمم فالإنسان في واقع الأمر في هذه الحياة يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات هذا هو المنهج الصحيح الذي يمشي عليه الإنسان قضية ارتكاب الذنوب أختي الفاضل أنت ذكرت الآن جملة من بالنسبة لابني آدم الله عز وجل ذكر قصة ابني آدم واتلوا عليهم ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من أه قال لا أقتل لك القتل كبيرا من كبائر الذنوب يعني إذا الإنسان قتل ما يخرج من الإسلام إلا إذا استحل قال قتل هذا المسلم حلال حلال ولا يعترف بالقرآن هذا كفر هذا استحلال أما قضية يحصل أنه يقتل القتل هذا ما يخرج الإنسان من الإسلام لكنه يعاقب وهذا الابن ابن آدم هذا أول من سن القتل والعياذ بالله ولذلك كل قتل في هذه الدنيا يصب في ميزان سيئاته والعياذ بالله كذلك الذي قتل تسعة وتسعين نفسا الله عز وجل عليما صدق هذا الإنسان من حيث اطلاع الله عز وجل على قلبه وعلى نيته مثل المرأة التي سقت كلبا فشكر الله لها لا لكونها يعني يعني شكر الله لكونها كافرة فسقت كلب لا وإنما ربنا جل وعلا علم صدق نيتها وصلاح قلبها وإن كانت وقعت في ذنب وخطيئة فغفر الله لها لما في قلبها من الإيمان ومن مخافة الله ولكن حرفت في جانب من الجوانب الأمر الآخر ما يتعلق بالمرأة التي حبستها أصلا هذه كانت كافرة والله عز وجل أشار إلى أن من ذنوبها أيضا أنها تعذب الحيوانات ولذلك فهم هذه الأحاديث لا ينبغي أن يكون يأخذ الإنسان الأحاديث يختطفها من سياقها ويوظفها توظيف معين على حسن فهمي هو لا وإنما يبحث في هذه النصوص ويقرأ في كلام أهل العلم ولذلك عندنا الآن لو أن شخصا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو مسلم عنده من الإسلام والإيمان لكن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو كبيرتين أو ثلاثة ما يجوز لأحد يقود خرج من الإسلام ما يجوز أبدا يقال والله هذا خرج من الإسلام يعني سرق وزنى وشرب الخمر أحد يحكم عليه بالكفر لا ما يجوز لكن سيعاقب على هذه الذنوب إما يعاقب في الدنيا بحيث أنه مثلا يعرض على القاضي أو أنه إذا ما حصل يعاقب في الآخر أو تحت مشيئة الله كذلك الذي لا يؤمن بالله اليوم الآخر لو عمل عملا صالحا وهو كافر بالله في قلبي هذا لا يعني بأنه سيكون من أهل الجنة فالله عز وجل أخبرنا من أهل الجنة ومن أهل النار فتنبه لهذا بارك الله فيك أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول بأنه يعني في مشكلة بينه وبين زوجها تقول من رمضان الماضي ترك البيت وسكن وحده تقول بعدين حصل يعني راضيته وكذا ثم صار يأتينا يوم يومين وبعدين يطلع تقول ناقشته وقلتنا لماذا قال أنا هاجركي تقول ما حكم الشرع فيه مثلي هذا أخت الفاضل هذه مشكلة بين زوجين بينك وبين زوجك والمشكلة دائما أي مشكلة تحصل بين الزوجين لا بد لها من حل لا بد لها من حل والحل معروف يعني إما أنت سبب المشكلة أو يكونوا سبب المشكلة فإذا كنت يا أخت الفاضل أم أحمد أنت سبب في المشكلة عندك مشكلة معينة عندك تصرح معين عندك مثلا ضغط على زوجك طلبات شيء ما يتحمل الزوج تنازلي عن هذا يا أخت الفاضل وحاولي بارك الله فيك أن تحافظ على أسرتك وشوفي إيش اللي أزعل زوجك وأغضبه وخلاه يخرج خار البيت ما الذي أغضبه هل مثلا تصرف من عندك خاطئ هل مثلا أنت تحملينه ما لا يطيق هل أنت تطالبينه بأشياء فوق الطاقة وفوق القدرة لا تنازلي عن هذا ولا يجوز لك أن تؤذي زوجك إذا كان والله أنت لا امرأة يعني إن شاء الله أنك صالحة وطيبة وتريدين الحفاظ على بيتك وأسرتك وما عندك أي مشكلة ولا تعرف ما هو السبب السبب منه هو يجب علي أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يرجع وأن يفهمك بأن والله إذا كان عندك شيء مشكلة يخبرك فيها أما إذا كان معني مجرد هكذا لا يجوز وحرام هذا التصرف اللي يتصرفه وبعدين قضية الهجر الهجر هذه مرحلة تأتي يعني الآن ربنا جل ويقول وإن امرأة ويقول واللات تخافون النشوزهن نشوز المرأة هي امتناع المرأة عن القيام بواجبات الزوج هذا النشوز معناه فعضوهن اتق الله خاف الله الله بيحاسبك هذا حق عليك هذه الموعظة فعضوهن وهجروهن في المضاجع في المضاجع قال العلماء يحرموا على الزوج أن يهجر زوجته وفوق ثلاثة أيام من حيث الكلام يعني يهجرها ثلاث أيام فما يكلمها وبعد ثلاث أيام يجب علي أن يكلمها ويهجرها في المضاجع إذا كانت المشكلة من طرفها يعني في الفراش ثم بعد ذلك وضربوهن الضرب غير المبرح اللي ذكر العلماء ومعروف هذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن الله كان علياً كبيراً الله فوق علي كبير جل وعلاً ولذلك بعض الأزواج لازم يقف عند هذه الآية أن الله كان علياً كبيراً علياً كبيراً علو ذات وعلو قدر وعلو قهر فالله عز وجل فوقك ولذلك انتبه كبيراً فالله عز وجل أكبر من كل كبير فإذا كنت أنت يعني تستطعت أن تظلم زوجتك اعرف بأن الله كبير وأن الله عز وجل سيأخذ لها الحق وسينتقم منك هذا بالنسبة لمن يظلم إن ما حصل يعني هذه الأشياء ينتقلون إلى إدخال أطراف ثانية فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما وبعد ذلك والله إذا الأمور انسدت أنت الآن راغبة في زوجك ما شاء الله وتريدين الاجتمرارية معه وتريدين بقاء البيت عامر هو الذي الآن يحاول يبتعد لا لابد ولذلك ترفضي راسلي وكلمي وقل لي لي يا أخي حطها على أبساط أحمدي مثل ما يقولون إيش المشكلة اللي عندك أنا إذا كان أنا سأل المشكلة أتنازل عن كذا وعن كذا إذا كانت المشكلة من عندك أنت لابد أن تتنازل وإذا ممتنع ممكن دخلين أطراف طرف من جهتك وطرف من جهت ويجلسون معكم ويحاولون يحلوا مشكلة وإذا ما كان في أطراف ممكن إمام المسجد عندكم في فرنسا مثلا إمام المسجد أو إمام المركز الإسلامي أو شخص مشهور بالحكمة عندكم ممكن أنه يلملم الأمر ويحاول أنه يقنع الزوج يعني التخلي عن مثل هذه الطريقة الغير صحية يهجر البيت ويروح يستأجر شقة أو بيت هذا التصرف خاطئ وهروب إلى الأمام مثل ما يقولون وعدم حل المشكلة يعني ترك الورم على ما هو عليه الواجب عليه أن يعود ويرجع ويحاول أن يحل المشكلة بارك الله فيك انصحي يا أخت الفاضل هذه نصيحة أخيرة لك اكتبي له أو اتصلي بها أو إذا جاءكم اليومين كل ما يمكن الحياة الزوجية ما تقوم بمثل هذه الحانة قضية الهجر الهجر له أمد وله وقت ما يمكن أن يكون مفتوح بهذا الطريقة واجرسي معاه ونقاش هادي وإن شاء الله مثل ما قال جل وعلا يريد إصلاحا يوفق الله بينهم الإرادة قلبية ما دام أن النية طيبة منك ومن هو ستجدون الإصلاح والصلاح بإذن الله عبد الله من فرنسا طبعا اليوم أنا بديت الحلقة أول ما بديت بجوابي على الأخ عبد الله بالنسبة لمشكلة الذي ذكرها هو عاد يقول لا أنا عندي جزئية معينة في السؤال يقول ما اتضحت وهي مسألة أن هي المرأة تقوم بهذه الحقوق وتذهب إليهم لكنهم وللأسف إخوان البنت هذه يعني يبدون بعض التصرفات التي تشير إلى عدم رغبتهم في زيارة الأهل ووالديها وشيء من هذا القبيل أخي الفاضل بارك الله فيك ما دام أن الوالدين يرغبان في زيارتها ويستقبلانها وحتى لو كان تحت تأثير الأولاد في نوع من التصرفات تصبر على هذا وتزور والديها لأن هؤلاء الأولاد الذنب والإثم عليهم هم أهل القطيعة هم الذين والعذب لا يعاقبون هم الذين تحت لعنة الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره فهم الذين يعني يتحملون هذا الوزر وهذا الإثم وتتواصل مع والديها وتشوف الأوقات المناسبة اللي ما يكون فيها هؤلاء الأولاد موجودين ما يكونوا موجودين تتواصل معهم وممكن تخفف الزيارة شيئاً فشيئاً تتصل معهم يعني تتخذ أساليب ممكن إن شاء الله من خلالها تستطيع أنها يعني تبقى على على هذا الطريق أم محمد بارك الله فيها تقول سمعتك في البرنامج بالنسبة للمرأة تقول أنا أحريصة أصلي الفجر أجلس على سجاتي حتى تشرق الشمس ثم أصلي ركعتين تقول سمعتك بأن هذا لازم في صلاة جماعة تقول كيف بالنسبة يا أختي الفاضلة بارك الله فيك الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمره تامتين تامتين الظاهر الحديث واضح على أنه من صلى الفجر في جماعة هذا طبعا على من يصحي الحديث صلى الفجر في جماعة في جماعة بارك الله فيك لكن هذا ما يعني الله يرضى عليك ويبارك فيك يا أم محمد أنك ما تؤجرين أنت على خير الآن جلوسك الآن هذا لبث ومكث في هالمكان الطيب الذي أديتي في العبادة تذكرين الله عز وجل تحفك الملائكة تنزل عليك السكينة والرحمة وأنت في أجر وفي عبادة وتبقين حتى ترتفع وتصلي ركعتين هذا تعتبر صلاة الضحى لك ولك الأجر والثواب والنبي عليه الصلاة والسلام عظم صلاة الضحى تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي أربعا من الضحى قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام وكان يوصي أوصى أبا هريرة وأوصاه بركعتي الضحى وأوصى أبا ذرب بركعتي الضحى وكان حريص عليه عليه الصلاة والسلام وأنت الركعتين هذه هذه من صلاة الضحى والفترة التي جلستيها كلها هذه كأنك في روضة من رياض الجنة فاستمر على ما أنت عليه الحمد لله ولك الأجر ولك الثواب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج أيضا أشكركم على المتابعة لتقيكم غدا بحول الله وقوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم